السلام عليكم الشباب. في سكن ناد جديد راح آآ نازل اآ فيك تحصلها بشكل مجاني وبصراحة سكن ناد كتير حلوي. فا كفية انك تحصل راح اشرعه بهذا الفيديو بجدا بسيط الخطوات. طبعا اه ازا بتروح لفوق هاي الجنب الصندوق هاي العلامة بتروح عليها فرح تلا لك وان عندك مثل الصفحات ازا بتكبس عليها فراح اه بتنقلك على صفحة موقع الكروم وانترنت. طبعا الصفحة اللي نحنا بدنا اياها نحص ان هاي السكنات مش موجودة لانه مش مغيرين بالعدادات نحنا. فا اول خطوة نسويها نلازم نروع على على الادات الويندوز. صحيح لا تنسوا تابع تابعوني على التويتش لانه راح احط لكم الرابط بالوصف. طبعا نروع على الادات الويندوز. نروع اللغة. اه اول شي من غير التوقيت. نحطه على هذا التوقيت. خذلك صورة. وقف الفيديو وخذلك صورة. مشان ما تنسا. تاني اشي من روعة اللغة بدنا نغير لغة الصينية. وهي اللغة اللي نحنا راح نختارها. فيك نضيفها من هون بس اكتب اول كلمة باللغة. قد بطلع لك. برضو خذلك صورة عشان ما تقربط بغير لغة. طبعا بعد ما تسوي هل هدول الاعدادين لازم تغير لغة. ثالث خطوة انك تغير على هاي اللغة الصينية. انت بعد ما تختار هاي اللغة راح يطلب منك انك تسوي تسجيل يعني اعادة تشغيل للبي سي. فعادي. فانا راح اسوي الخطوة وارجع لكم. وهي اشتغل مع البي سي. سويت له اعادة تشغيل وتغيرت لغة الصينية متل ما شايفين. فممكن البعض يفكر طيب شم اقدر ارجعوا الى اللغة الاساسية اللي كنت استخدمها على البي سي لانه مش فاهم لا صيني ولا شيء. انا متلك كبان مش فاهم بس بعرف انه هاي الاشارة. اشارت ساعة واشارة الاي بالانجليزي. فبعطيك هدا هاي هاي الاشارة لحالة بتعطيك انه هون لازم تغير اعدادات اللغة والتوقيت. طبعا بسيطة بتروع على العدادات. بتروه هون. الخيار الرابع. متل ما كم شايفين على اشارة الاي بالانجليزي. التالت قصة عفوا. من هون تختر اللغة اللي بدك اياها. هاي بعد طبعا ما تسوي وتاخد الاسكنات بس انا ما بنصحك انك تفتح اللعبة بدون ما يكون البي سي على اللغة الصينية لانه ازا ما فتحته لانه ازا فتحت اللعبة وكانت على الانجليزية او غير لغة يعني غير الصينية فما رح يمشي الحال. لازم قبل ما قبل ما تفتح اللعبة لازم تكون هاي اللغة على الصينية ماشي. بعدين تفتح اللعبة. رح شرح لكم باقي الخطوات داخل اللعبة. طبعا اللعبة بتكون انت عندك فاتحة متل ما كم شايفين. نضاف عنا بعض الصفحات الجديدة. طبعا قبل ما نغير اللغة للصينية لغة هاي الصفحة ما كانت موجودة. شايفين شلون? لكن بعد ما غيرناها صارت ظهرة عنا. طبعا تكبس عليها. رح ينقلك لهيك صفحة. متل ما كم شايفين. طبعا هذا الايفنت متوقع لسه يستمر كم سوعة. ففي وقت كافي عشان تحصل. طبعا متل ما كم شايفين انا متلك مش فاهم شي بس هاي اول خيار وقت اللي بتسوي يعني لغ اين يعني وقت بتفتح اللعبة بتدخل عليها. بتجي لهون بتكبس عليها. يعني متل هدول بتكبس هيك. فبيصير لون رمادي بدل ما يظل برتقالي. طبعا هذا الخيار الثاني لازم تلعب عشر دقائق. الخيار الثالث عشرين دقيقة لازم تلعب. والخيار الرابع آآ لازم تلعب ثلاثين دقيقة. طبعا هدول الاربع خيارات بصير عليهم كل يوم. آآ طبعا هذا الايفنت التاني انا بنصحك يعني كل يوم انك تشيك عليه. بتتأكد يعني ازا ازا فتح ولا لا. انا بصراحة يعني ما تعمق تكتير بالموضوع يعني ما بعرف ازا فتح ولا لا. بس انا كل يعني ما بفتح اللعبة كل يوم. وقت اللي باخد هدول الاربعة. دائما بيجي وبشاي كيك بفتح عشان تأكد انه فتحه معي. بس مش فاتحين. طبعا بعد ما تسوي هدول الاربعة ما تنسى انك تنزل تحت لانها اهم خطة لانه زي ما سويتهاي ما رح تاخد لسكنات. انا فرجيكم على الاسكنات هم هدول الامفور اللي منسميها الامفور الكندية. عندك الكلوفز كتير حلوات بصراحة ترى الامفور والكلوفز كتير حلوات وحتى الاتشانتة كمان وفي عندك طاوة ومعادل الهدايا اللي بيعطوك اياها من هون. طبعا نرجع لموضوعنا. فتحت هدول الاربعة بيجي لهون بتكبس هيك بس. فهو رح يفتح لك مثل ذول الخانات. ذول كلهم جوائز بكونوا اه تلقائين بيجو داخل اللعبة بالكستمايز والتخصيص خانة التخصيص بالعربي اسمها. طبعا بدك تفتح على قدر المستطاع. انا لحد الان فصار فاتح تماني. ماشي انا فاتح ثمان صناديق. بعد ما تفتح كل هدول المربعات بتعطي من هون الريستارت على الزرقة. ما تعطيها كل مرة لانه هشي ما راح يفيدك العطاة هون ما عطيتها. فانت خلص سكر كل المربعات اكتملوا كل ياته معطيه ريستارت. متل ما كم شايفين فوق انا هون عندي صفر. فازا انت عندك محاولة عشان تفتح هذا يعني واحدة من الخانات فبيكون كاتب لك هون واحد او او يعني خانتين فبيكون كاتب لك اتنين. هون بيحط لك عدد الصناديق او الخانات اللي انت فتحتها. متل ما كم شايفين هون ازا بتوصل ازا بتفتح اربعين خانة فبيعطيك الطاوة. ازا بتفتح اتمانين بحطيك والانفور بصراحة ما بعرف بس بنصحك انك برضو كل مرة تعطيها كليك. انا بظن يعني ما راي يعطوك الانفور لا حتى تخلص هدول التنتين وبعدين يعطوك هدول. ماشي. اه هذا هو كان الشرح جدا بسيط مش صعب ونعكم سلاماتكم.